النشارة الجو بيدا من أول قناة إخبارية في الجزائر مرحبا بكم مشاهدنا الكرام إذا نغاد ومشاهدنا الجمعة لحالح يكون بغي مع شوية اشتاع على أغلب المناطق الشمالية الغربية تبقى بعض الرعود منعزلة الموسمية خاص أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهنغار والتاسيرين بدون شارتنا الجوبية كما العادة بصورة القمر الاصطناعي لتوضحنا السحب عابرة على كل المناطق الشمالية الجنوب الغربي نحو أقصى الجنوب الجزائري الريح إن شاء الله لنهار الجمعة يبقى معتدل على كل المناطق الشمالية للوطن الريح تبقى شرقية إلى شمالية شرقية تلحق سرعة لحوالي 30 كيلومتر في الساعة فيما يخصها الولايات الجنوبية هبوب الرياح من ضعيفة إلى معتدلين نسبيا رح تأدي لتطاير بعض الزوابع الرملية محليا إذا الوضعية الجوية لننتظرها إن شاء الله في سبيحة نهار الجمعة يبقى التقس مشمس إلى قليل السحب على أغلب المناطق الداخلية الحر رح يكون مغية مع بعض الرعود المنعزية تكون مرفوقة بشتا على أغلب المناطق الشمالية الغربية بالنسبة للولايات الجنوبية الحر رح يكون مشمس إلى قليل السحب على شمال السحراء منطقة الواحات حتى على أقصى الجنوب الجزيرة رح تكون بعض السحب العابرة على مرتفعات الهوغار والتسلي مع حركة الرياح رح تكون معتدلة رح تأدي لتطاير بعض الزوابع الرملية محلياً درجات الحرارة الدنيا اللي نسجلها إن شاء الله في صباحة نهار الجماعة رح تلحق إلى حوالي 9 درجات على باتنا خنشلوة بسة 10 درجات على قسنطينة وسطيف 15 درجة على عنابة جيجل وسكيدا ووصولاً إلى الجزاء العاصمة في حدث 18 درجة نحن نسجلها إن شاء الله بوهنان 17 درجة على الغوات بسكرة وأفلو مقايز من بين 14 إلى 15 درجة على كل من النعامة والبيض حتى الجلفة وتيارة واعين والسارة في حدث 25 درجة على أدراء 24 درجة على عين صالح 19 درجة على غرداية زلفانة المنيعة كذلك ورقلو تقورت 18 درجة على بشار منطقة تامنراست ومنطقة تاغيت إذن الوضعية الجوية لننتظرها إن شاء الله في ظاهرة نهار الجماعة إذن يبقى التقص مشمس إلى قليل السحب على أغلب المناطق الشمالية للوطن تتحس الأجواء تدريجياً على المناطق الشمالية الغربية لكن تبقى بعض الرعود المنعزلة تخص المرتفعات الداخلية الغربية حتى على منطقة الأوراس كذلك شمال السحراء منطقة الوحات وبشار نفس الوضعية الجوية تخص أقصى الجنوب الجزائر نحو مرتفعات الهوغار والتسلي مع حركة الرياح تبقى مع تدل رح تأدي لتطاير بعض الزوابع الرملية محلياً جزء مباشرة لدرجة الحرارة القصوى إن شاء الله في ظاهرة يوم الجمعة رح تلحق إلى حوالي 25 درجة رح نسجلها بين عامة والبيض حتى منطقة بسنة ما قاية سببين 26 إلى 28 درجة على أغلب السواحل الوطنية وهران الجزائر العاصمة عنا باجي جل واسكي كده 25 أو 28 درجة رح نسجلها بكل من عين الدفلة حتى منطقة الجلفة وتيارت كذلك تيزي وزو نفس المقياس بيقال موسوق هراس فيما يخص الولايات الجنوبية 40 درجة على أدرار تميوي نرقان وعين صالح 42 درجة كعلى مقياس بهاقصل جنوب الجزائري بعين قزام برج باجي مختار وعين أزاو 32 درجة على شمال السحراء ومنطقة الواحات ومنطقة الوادي وكذلك غردية زلفانة المنيعة وبشا 36 درجة رح نسجلها إن شاء الله بيتيندو في ذنبحان إن شاء الله لنهار الجمعة رح يكون هادئة على السواحل الشرقية قليل الإتراب إلى مضطرب على كل السواحل الغربية والوسطرية تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كم في الساعة للسواحل الغربية وما بين 20 إلى 30 كم في الساعة على كل السواحل الوسطى والشرقية إذن الرؤية إن شاء الله رح تكون من متوسطة إلى حسنة على طول الشريط الساحلي إتجاه الموجه رح يبقى شمال الشرقي على أغلب السواحل الوطنية علو الموجه ما رح تتعدى المتر على السواحل الوسطى المترين بالنسبة للسواحل الغربية وأقل من المتر على السواحل الشرقية إذن وقبل ما نختم نشرطنا لنهار اليوم نتوجه بكم إلى ولاية معسكر إن شاء الله نهار الجمعة تقصر حيكون مرشمس إلى قليل السحو نهار السبت تقصر حيكون مرشمس على العموم لكن على الحد ستكون بعض السحب العابرة مع درجات حرارة دنيا ستتراوح ما بين 14 إلى 15 درجة مع الصباح وما بين 27 درجة خلال الظاهرة سرعة الرياح فيها محش تعدى 30 كم في الساعة والرضو بحوالي 65% في الأخير نختم منشرتنا الجوبية بورقة المعلومات الفلاكية لتخص شروق وغروب الشمس للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن إذن كانت هذه التفاصيل الوضعية الجوبية المنتدر إن شاء الله في صباحة وظهيرة يوم الجمعة بإذن الله نشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة في أمان الله